ترجمة نانسي قنقر يبّى حاجة القطاع الصحي الفلسطيني بهذه الأجهزة بعدها اتطور الفكر وطورت المتطلبات فصار الهدف من الجهاز أنه ننتج جهاز فلسطيني كامل مش بس لجائحة كورونا بالعكس لازم كان الجهاز يغطي جميع الحالات المرضية اللي بتطلب تنفس صناعي كان الهدف من الموضوع أنه نعمل أنظمة مطابقة للمواصفات العالمية وفي المرحلة الأخيرة اللي احنا بصنناها حاليا صار المتطلب أنه نتفوق على هاي الأجهزة بمواصفات ووظائف جديدة غير موجودة في هاي الأجهزة اعتمدنا بهاي الوظائف الجديدة على حاجة السوق الفلسطيني أولا والاحتياج عالمي ثانيا فعلى سبيل المثال في جائحة كورونا كان الأطباء يواجهوا مشاكل من الوصول لسرير المريض فأجد الفكرة أنه إحنا نوفر لهم طريقة أنه يشوفوا الإنذارات ويشوفوا أنه يفي عندنا مشكلة في الجهاز بدون ما الطبيب يضطر يفوت لسرير المصاب في كورونا فترة كورونا ما حصلة في مستشفى الصلط في الأردن أو ما حصلة بمصر عندما انخفض الأكسجين وانقطع الأكسجين والجهاز لم يعالج هذه الحالة مات مرضى الآن هذا الجهاز يتعامل مع مثل هذه الحالات بشكل مسبق يقوم بالاتصال التلفوني على الدكتور الذي وضع هذا الجهاز على المريض هدف الجهاز هو مساعدة المريض وإنقاذ المريض وبالتالي المواصفات الأمان الموجودة بهذا الجهاز تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالات التي لم تأخذها الأجهزة العالمية بعين الاعتبار أنا فخور جدا طبعا وشعرت بأنه نستطيع أن نقدم شيء للبشرية أن نقدم شيء للإنسانية شيء إنساني نساعد به الآخرين هذا الابتكار جاء نتيجة شعورنا بحاجة البشرية للمساعدة في ظل جائحة كورونا الآن مستشفياتنا الفلسطينية تستطيع أن تتزود بهذه الأجهزة وأيضا نستطيع أن نقدم خدمة للعالم الخارجي لأي دولة تحتاج نستطيع أن نقدم بسعر مقبول بتكنولوجيا عالية جدا بمواصفات عالية جدا تشبه كورونا معذر رابطه رابطه اشتركوا في القناة